طيب مصدر مسؤول بنادي بيراميدز علق على الشكوى اللي تقدم بها كابتن أحمد الشيخ لاعب الفريق السابق والمصري البورسعيدي الحالي عشان أحمد الشيخ كان اشتكى نادي بيراميدز عشان يحصل على باقي مستحقاته المالية المتأخرة والبلغة 750 ألف جنيه مصدر بنادي بيراميدز قال لنا في تصحيحات خاصة البرنامج رقم 10 إن شكوى أحمد الشيخ لبيراميدز هي شكوى في شينك اللي نصلا كده في شينك اللعب حصل على مستحقاته ووقع على مخالصة وبكده ما يبقاش ليه حاجة عند نادي بيراميدز ده ردا على شكوى أحمد الشيخ لنادي بيراميدز